ولذلك أنت لا تعبد الله مثل ما ذكرنا قبل قليل عبادة موسمية أو عبادة لحظية الآن بعض الناس تجدوا متى يتنسك إذا صارت للمصيبة تتفقوا معي ولا لا إذا صارت للمصيبة إذا مرض صار لحادث حصل لكذا رجع إلى الله أول ما جاءت كورونا أغلب الناس تطوعوا صح ولا لا كله يلمس رأسه كله يقول ها ما أدري أنا الدور علي ولا لا لكن لما بدت الأمور تخف رجعت حليمة العادة القديمة نسأل الله العافية والسلام ولذلك المؤمن الحقيقي اللي يعرف الله حق المعرفة المعرفة الخاصة هو اللي يعبد الله عز وجل على كل أحواله ما يجي فقط في الأزمات في النكبات في الجوائح وفي الوباء وفي المصائب لا يعرف الله حقا بعض الناس إذا مات لقريب ما شاء الله اللهم بارك الصلوات الخمس ما تفوت ليش لأنه في جرس انذار جرس انذار وشوي شوي ينسى يشوف أنه ما مات ها مات مثلا قريبة هو يقول شو أنا ما مت فيبدأ ينسى هذا ما يصلح تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا عبدت الله في الرخاء لا ينساك الله عز وجل في الشدة يأتي الفرج في أحوج ما تكون إلى ربك سبحانه وتعالى بذلك من عرف الله في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة